بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين أخي خادم الحرمين الشريفين أهل الملك سلمان بن عبد العزيز أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيصني في البداية أن أتقدم بشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة هذه القمة التي تنعقد في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين أشقان الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة والدعم صمودهم نلتقي في هذا الشهر الفضيل ومن هذه الأرض المباركة من مكة وحرمها الشريف نتوجه بأنظارنا وقلوبنا إلى قبلتنا الأولى المسجد الأقصى المبارك إن المبادرة العربية للسلام التي تبنتها دول منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامنا بخيار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخياراً استراتيجي يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسمتها القدس الشرقية ويعالج جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين إخواني القادة الحدور الكرام يواجه وشقان الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية صعبة تستدعي منا جميعاً تكثيف جهودنا لدعم صمودهم بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في العودة والطعوين ونحن في الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف سنواصل وبالتنسيق مع أشقان الفلسطينيين وبالدعمكم ومساندتكم العمل على تعزيز صمود إخواننا المقدسيين وتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها إخواني القادة الحضوري الكرام إن رسالتنا للعالم أجمع هي أن لا مكان للفكر الظلامي في ديننا الإسلامي الحديث دين الرحمة والتسامح الذي يؤكد على قيم الحياة والمحبة وصوني النفس البشرية ولذلك فنحن مستمرون بالعمل مع شركائنا ضمن نهج شبولي لمواجهة الفكر المتطرف وتوحيد خطابنا ضد هذا الفكر الظلامي الهادم والتصدي لخطابة الكراهية والإقصاء وتنامي ظاهرة الخوف من الإسلام وفي القتام نأمل أن تكون هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بيننا برؤية مشتركة تحقق آمال شعوب الأمة الإسلامية وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي نتحملها جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته